اجتمع البطيارك مربشارة بطرس الراعي ورئيس الحكومة تمام سلام على التفاول بإنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية واستندى في ذلك على ما يبرز من رغبة لبنانية جامعة في هذا الإطار وعلى ما سجل من مسجدات بدءا من تشكيل الحكومة وصولا إلى استئناف مجلس النواب لعمله التشريعي أما إذا كان الوطن من جراء اتخاب أي إجراء أو أي خطوة غير مرتاح ما فيها فئة تقول أنا ارتحت وما فارق معي الوطن الوطن كله بدي يكون مرتاح إن شاء الله بها الأسبوعين القادمين كما تابعنا على مستوى السلطة التشريعية اللي حامل مسؤوليات كبيرة بها المرحلة واللي عم تنشط وتنهض بكثير من التحديات إن شاء الله على مستوى السلطة التشريعية ننجز شيء قريبا ويعطي النتيجة المطلوبة اللي بتريح كل أصحاب الحق وكل الوطن المحادثات في بكرك بين البطيارك الرعي والرئيس السلام والتي حضرها وزير البيئة محمد المشنوق ركزت أيضا على الأمور المعيشية والحياتية للمواطنين اللبنانيين وكان اتفاق أيضا على العمل على معالجة مشكلات المواطنين ومنحهم ما يستحقونه ولسيما في سلسلة الرتب والرواتب شرط أن لا يكون في ذلك إدرار بالوطن واليوم ما في سبب ما أنه تصير الانتخابات ويصير في آخر لحظة نعم تسويات ولقاءات سياسية بين القوى السياسية لإنجاح هذا الاستحقاق غبطه أنا سمعت له لكلام مشجع أيضا متفائل ومعنا لا نحنا ولا غبطه سبب لنشوف ليش ما بده تصير الانتخابات منب كيركي حمل الرئيس تمام سلام هدية تذكارية قدمها البطريارك الذي سمع من رئيس الحكومة إشادة لما يقوم به على صعيد الوطن